تتكامل الإدارات المعنية في وزارة الداخلية في جهودها الرامية إلى إنجاح استضافة مملكة البحرين سباق جائزة البحرين الكبرى الفورميلة 1 والتي تعد حدثاً رياضياً بارزاً على مستوى العالم وفي هذا الإطار عملت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة على تقديم كافة التسهيلات للمشاركين وزوار مملكة البحرين لحضور السباق تم اعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لأعمال سباق البحرين للفورميلة 1 وإنهاء إجراءات دخول الفرق المتسابقة والإعلاميين والجماهية وتم دعم هذه الكوادر بالأجهزة لضمان سرعة إنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة أما بشأن التسهيلات التي توفرتها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لاستقبال زوار الفورميلة 1 ففي جوازات مطار البحرين الدولي تم العمل تدريجياً في رفوة تيرة العمل حيث بدأنا العمل بتخصيص مسارات للفرق المتسابقة والإعلاميين ومسارات أخرى لزوار الفورميلة ومن أبرز التسهيلات المقدمة هذا العام للجماهير القادمة عن طريق البر عبر جسر الملك فهد فقد تم تخصيص مسارين في جوازات الجانب البحريني لحاملية تذاكر سباق جائزة البحرين الكبرى بهدف تسهيل إجراءات حاملية هذه التذاكر وتهدف هذه الاستعدادات إلى تسهيل حركة دخول الزوار وإتمام إجراءاتهم بسرعة وسلاسة ومن أجل ذلك دفعت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بجميع الموظفين على جميع النوبات في فترة السباق لتفادي أي نقص في القوة البشرية كما تم تخصيص منصات استقبال منفصلة لكل مجموعة على حدة كالإعلاميين الفرق والجمهور لإنهاء الإجراءات في أقل وقت ممكن ومثل هذا الحدث دائما نبدأ في خلال أسبوعين وتكون مدة التأشير لمدة أسبوعين قارق قابل التمديد وتكون مجانية لكل زوار الفورمولة طبعا تأشيرة الأفوان ممكن الحصول عليها عن طريق الموقع الإلكتروني في 115 دولة يقدرون المواطنيين يحصون التأشير عن طريق الموقع من خلال تقديم طالب إلكتروني ورفاق نسخة من الجواز بالإضافة إلى تذكرة السباق وتذكرة عودة بحيث أن إذا وصلوا للمملكة يقدر يرجع مرة ثانية وممكن بعد أن تحصل التأشيرة عن طريق الإدارة في دول مبمون رجع من ضمن الـ 115 دولة يقدرون يقدرون يقدمون عن طريق الإدارة من خلال ضامن أو متعاهر يقدم الطالب عن طريق الإدارة ويحصلون التأشيرة مسبغة وفي عندنا 67 دولة يقدرون يحصلون التأشيرة ونرايفل عن طريق المطار فتح مسارين خاصين حق الزوار لحملين التذاكر وكذلك ملح تأشيرات فورية لحملين التذاكر وإذا كان مجرد إنعقاد هذه الفعالية الدولية على أرض مملكة البحرين مصدر فخر واعتزاز فإن التمييز في حسن التنظيم يشكل قيمة مضافة لمكانة البحرين الدولية ترجمة نانسي قنقر